جديد التوظيف في قطاع التربية كشفت وزارة التربية الوطنية أن الموسم الدراسي المقبل سيعرف المواصلة في توظيف الأساتذة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية ولتدريس مادة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي باعتماد النظام المعلوماتي وقبل بداية هذا الفيديو أصدقائي أتمنى لكل من شهد هذا الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو ودعت الوزارة في المنشور الإطار بالدخول مدرسي المقبل 2024 و2025 الذي تحوز على نسخة منه إلى اتصال بالمؤسسات المؤهلة قانون للتحديد وضبط رزمانة تنظيم وإجراء جميع المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024 عند استدام مدونة المناصب المالية وأوضح المنشور أنه وبغي التحقيق الفعالية والنجاحية في تسيير مستخدمي الطربية بتعيين على مديري الطربية بذل المزيد من المجهودات لإنجاز العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية لتحقيق دخول مدرسي ناجح وهادئ وتحسين طرق التسيير واستعمال الحكامة والاعتماد على الشفافية وتشاور في التسيير اليومي لكافة المصالح وأشارت الوزارة في منشورها إلى متابعة عملية ترسيم الأساتذة المتربسين المستوفين لشروط الترسيم بالإضافة إلى إداء مخططات تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2024 لدى مفتشيات الوظيفية العمومية مع العمل على المصادقة عليها في الآجال المحددة وشددت الوزارة على ضرورة الانتهاء من العملية المتعلقة بحركات تنقلية سنوية للموظفين وفقا للنصوص التنظيمية ذات الصلة قصد إحداث دوازن في المؤسسات التعليمية وتسوية مختلف وضعيات الموظفين ومعالجة الفائض منهم طبقا لإجراءات متعلقة بتشخيص الموظفين الفائضين لا تنسوا الاشتراك في القناة وتنبع الجرس إشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته